كانت أمك بخيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط مستقيم فاختلف الأعزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عزيم أسمع بهم وعبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحصرة اسقدي الأمر وهم في خفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراحيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لا تعبد ما لا يسمع ولا يفسر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبحني أهدك سراطا سويا يا أبتي لا تعبد السيطان إن السيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أغاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أنت أن آلهتي يا إبراحيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وعدعوا ربي أصاء لا أكون بدؤاء ربي شقيا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إثاق ويحقوبا وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لصان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان معلسا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكاة وكان إن ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريسا إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن من هملنا مع نوه ومن زرية إبراحيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تلّى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلفنا ضاءوا الصلاة وطموا الصحوات فسوف يلقون غيّا إلا من تاب وآمن وعمل صالها فأولئك يدقلون الجنة ولا يسلمون الشيئا جنات عدن التي واضى الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لعوان إلا سلاما ولهم رسقون فيها بكرة وعسيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بعمل ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاغبضه والصبر لعبادته هل تعلم له ثميا ويقول الإنسان أئذا ما مرت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناهم من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنصرنهم والشياطين ثم لننضرنهم حول جهن مجسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم عشدوا على الرحمن عتيا ثم لنعنوا أعلم بالذين هم أولى بها ثليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تلا عليهم آياتنا بينات هذا الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحصن نديا وكم أعلقنا قبلهم من قرن هم أحصن عثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدلوا الرحمن مداء حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساتفة يعلمون من وسر مكان وأعضع في الجنداء ويزيد الله الذين اهتدوا هدان والباقيات الصالحات خير إن ربك صوابا وخير مرداء أفرعت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي النمالا وولداء أفطلأ الغيبة أم اتعذ إن الرحمن أهداء كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداء ونرسو ما يقول ويأتينا فرداء واتعذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداء ألم تر أن أرسلنا شياطين ألا الكافرين تأذهم أزاء فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عداء يوم نعصر المتقين إلى الرحمن وفداء ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون الشفاعة إلا من اتعذ إن الرحمن أهداء وقالوا تعذ الرحمن ولداء لقد جئتم سيئا إداء تكاد السماوات يطفطرن منه وتنشق العرض وتخر الجبال هداء أن دعوا للرحمن ولداء وما ينبغي للرحمن أن يتعذ ولداء إن كل من في السماوات والعرض إلا آت الرحمن عبداء لقد أعصاهم وعدهم عداء وكلهم آتي يوم القيامة فرداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولداء فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنزر به قوما لداء وكم أهلكنا قبلهم من قرن حل تهسوا منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزاء من الله الرحمن الرحيم طوح ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاء إلا تذكرة لمن يحشاء تنزيلا ممن غلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استواء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تعتصر وإن تجهل بالقول فإنه يعلم سر وأحفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك هديث موسى إسراء نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنث نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتى نوديه يا موسى إني أنا ربك فاعلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اغطرتك فالصمح لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاحبتني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة عاتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها وتبا هواه فتردان وما تلك بيمينك يا موسى قالت هي عسا يعتوكوا عليها وأعش بها ألا خنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي عية تصاء ترجمة نانسي قنقر